بنفس المضمون أيضاً ولعلها ذات الرواية لكن بتفصيل أكثر رواها الطبر عليه الرحمة والرضوان في دلائل الإمامة الطبر الإمامي الشيعي الصفحة 455 الرواية رقم 435 بسنده أيضاً عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال سألته متى يقوم الإسم الخاص قال يا أبا الجارود لا تدركون يعني أنت أبو الجارود زياد بن المنذر لن تدرك المهدي عليه السلام فقلت أهل زمانه يعني هل أدرك أهل زمانه ممكن أنا أدرك ناس أموت أنا هؤلاء الناس الذين أدركهم سيدركونه يعني هل أدرك أهل زمانه فقال ولن تدرك أهل زمانه يقوم قائماً بالحق بعد إياس من الشيعة يأس يصير بعدين ينقوم الإمام عليه السلام يدعو الناس ثلاثاً فلا يجيبه أحد فإذا كان اليوم الرابع تعلق بأستار الكعبة فقال يا رب انصرني ودعوته لا تسقط فيقول تبارك وتعالى للملائكة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر ولم يحطوا سروجهم ولم يضعوا أسلحتهم فيبايعونه أول شيء الملائكة بايع صاحب الأمر عليه السلام ثم يبايعه من الناس ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا الله ما اجعلنا منهم يسير إلى المدينة فيسير الناس حتى يرضى الله عز وجل فيقتل ألفاً وخمسمائة قرشي أو قرشياً قرشي الناس ينتمون إلى قريش ليس فيهم إلا فرخ زنية كلهم أولاد زنة ليش حرب صاحب الأمر عليه السلام بسبب النطف القذرة ألف وخمسمائة قرشي يعني من سادة العرب ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض ثم يخرج الأزرق وزريق أبو بكر عمر وبي تفصيل ليش هذا أزرق وهذا الزريق ببي تفصيل أسن تركه غضيني طريين كأنهما ماتا الساعة يخرجهما يكلمانه فيكلمهما فيجيبانه يصير كلام بينهم فيرتاب عند ذلك المبطلون فيقولون يكلم الموتى فيقتل منهم خمسمائة مرتاب في جوف المسجد ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرق به علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وذلك الحطب عندنا نتوارثه من جملة مواريث لإما عليهم السلام هذا الحطب اللي جمع عمر وعصاب تماكو على دار الزهراء علي السلام حتى يحرق الدار هذا الحطب هذا موجود عند الإما عليهم السلام إمام إلى إمام يورث لمن بعده حتى من يحترق به الذين جمعوا أبو بكر وعمر يحرقهم بنفس هذا الحطب من يحرقهم إمامنا وسيدنا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام الله يراوينا هذا اليوم وذلك الحطب عندنا نتوارثه ويهدم قصر المدينة قصر بالمدينة موجود ما أدري منه آل سعود مو آل سعود الله العالم يقوم الإمام شنو هم يهدمه ويسير إلى الكوفة هناك ذول البترية بالله عليك قاعدين بالكوفة بالعراق يشوفون هذا صاحب الأمر يجي أكبر طائفي طلع اش سوى هذا هذا مبسب أبو بكر وعمر هذا خرجهم من القبر وحرقهم حرق رموز مقدسة لإخواننا بل أنفسنا ما تريد البترية يوقفون ضده طبعا يوقفون ضده تقولوا أنت سويت لنا خارق للوحدة الإسلامية سويت لنا الشارخ للوحدة فتنة سويت أنت ليش الشكل ما تحترم مقدسات الآخرين شنو هذا نفس القبور أنت عندك أنت تنبش قبور هذا الكلام يتكلمون عنه هذا اللي يقولونه وإنت لازم تعرف هذه شوف المشكلة هي هذه لما يأتي دور القصاص يعني هذا قصاص إلهي الله عز وجل يحييه ما له هذه معجزة إلهية الله يجريها على يد وليه في الأرض على يد حجته في الأرض يحييهما الإمام يكلمهما يجيبانه ويقررهما جرائمهما للعلم في روايات أخرى يعترفان يعترفان بجرائمهما إحنا سوينا الشكل إحنا قتلنا الزهراء إحنا سممنا رسول الله صلى الله عليه وآله إحنا اقتصبنا الخلافة إحنا فعلنا كذا فعلنا كذا محاكم يسوي وثم العقاب لهما ماذا إحراقهما والروايات تقول روايات أخرى الإمام بأمر من الله عز وجل تخرج نار من الأرض يعني هذه نار هم إلهية مو هو يشعل هم نار هذه النار تخرج تلقفهما ويحترقون بالحطب الذي جمعاه لحرق الزهراء عليه الصلاة والسلام أو دار الزهراء هذا قصاص هذا ليش تعتبر القصاص الإلهي من جبتين طاغوتين ظالمين تعتبر شنو فتنة وطائفية عجيب لعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما أمر بأفراد أن يقتلوا ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة حين دخول مكة ماكو كان النبي هم نعوذ بالله إرهابي طائفي فتنوي شنو تسمي وهذا قصاص هذا قصاص مسألة واضح ويسير إلى الكوفة بعد اللي سواه في المدينة فيخرج فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين لا تصور ذول البترية مو فقهاء فقهاء إكبارية كل واحد على رأسه ألقب عمامه أمخلي على رأسه فقهاء الإمام عليه السلام قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم من أثر السجود وشمروا ثيابهم قصروا ثيابهم مثل وهابية وعمهم النفاق المشكلة هي نفاق عمهم وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك ما نريدك تسوينا فتنة فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الإثنين من العصر إلى العشاء نفتك منهم كلهم خلاص نصف نهار واحد من العصر إلى العشاء من زين بعدين نسوي فرحة فرحة الرافضة فيقتلهم أسرع من جزر جزور شلون جزر يعني مثلا من ينحرون ناقة مثلا الشكل بشكل سريع خلاص خلاص هيدولا أعداء الإمام خارجين سلاح ضد الإمام شاكين في السلاح خارجين ضد الإم مو بس قضية أنهم متولين أبو بكر وعمر وإنما جايين يحاربون الإمام جايين يحاربوا خلاص بعد الإمام شي سوي اللي يحاربه 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 الإمام ويقتله يخلص البشرية منه ومن شروره فلا يفوت منهم رجل ولا واحد يطلع بره ويطلب لجوء كلهم يروحون بستين دهية ولا يصاب من أصحابه أحد دماؤهم قربان إلى الله هذا على البتري دماؤهم قربان إلى الله ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل شكرا